اعزائي اليوم نحنا انا وياكم حنبلش موضوع حالو كتير واساسي بسياس اس هيدا الموضوع له علاقة بالمينيو او العملية عرض الاوامر او الايتم بشكل زكي ومرتب حتى ما نضطر انه نحط كل شي موجود يكون معنا اذا بتطلعوا بالويبسايت بتطلعوا بالويبسايت مليانة مواقع بقلبها مينيو تعالوا نعمل استكشاف انا وياكم على بعض هيدا المواقع مثلا لو جينا على ebay.com خانا اقول مثلا ebay.com بموقع ebay.com بتلاقيوا انه المينيو بسيطة جدا 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 مش تعبنين عليها يعني انا بشوف ال ebay ما تعبنين ابدا على decoration والdesignation انما تعبنين اكتر شي على back end control طلعوا المينيو اللي عندهم في home save electronic بس حطيت صاهم الموس على electronic فتحت لي pop up بقلبها detail sub menu وصورة علما انه detail sub menu ببساطة مستخدمينهم شي بسيط يعني مجرد ما تحطيصهم الموسع عليها حاطينهم underline لا عاملين background color ولا عاملين شي ديزاين من الديزاينات الجميلة انهم مبسطينة الفعشن نفس الشي health and beauty نفس الشي اكتران طب هيدا نوع من المينيو مستخدم مهم علما انه هيدا drop down menu هي عبارة عن select عادية بس انا عم بحكي عن المينيو اللي بيخبوا فيها مجموعة ال item والاوامر اللي نحنا بحاجة لقنهم تعالوا لقي نظرة على ويب سايت تاني مثلا مثل amazon amazon. amazon.com بالamazon.com مسلا الديزاين اجمل خاصة انه مستخدمين الالوان اللون الكحلي والغامق والاسود اللي محطوطين فوق عكس على بعضو واللي كاسر الالوان لون الورنج الغامق اللي هون والفاتح اللي موجود بمفتاح السيرج لو نرمادي كمان اللي حقه موجود داخل الال اللي هي موجودة هون وهيدي الال هي عبارة عن select statement عادية بس المينيو وين موجودة عندي هون هون المينيو هاملينه بطريقة بسيطة وحلوة لما نعمل highlight على اتش اوفر على اي وحدي من هون عم يغيره ال border color وبيصير بشكل focus المينيو حاطينا كتوكل button بشكل مينيو نحنا هنعمل واحدة مثلا لهاي المينيو هلا بعد شوي بس من ضفلة انا وياكم مجموعة من الايكون اللي بتت يعني انا بدي خلط بين هيدا الشكل والشكل اللي موجود داخل علي اكس برس يعني حتى scroll bar اللي موجود هون الايكون اللي بدي حطهم حسب الديتيل انا مشوف شو هنين اذا بتطلعوا بعلي اكس برس بهيدا الويب سايت لانه تعبنين عليه اكتر المينيو الموجودة هون حاطينا بطريقة لطيفة يعني اذا بتطلعوا المينيو حاطينا بbox لونه ابيض ما حاطينو انو بطول الشاشة متل امازون حاطينو جزء من الموقع وعمليلو بوردر ريديوس كورنر راوندد حاطين ايكون جم كل كلمة مننون لما حط سعمل ماوس عليها عم يتغير اللون عم يصير تقريبا لون متل بريك وعم يتغير ايضا بولد ويصير وحتى يمكن عم يصير فيه شادو للbox كله ياتوا هون بطريقة لطيفة لانه عندهم هني عشرات بالمئات من الايتم والسب ايتم كل ما حارك سعمل ماوس على اي ايتم من هيدا المينيو عم يعرض للسب ايتم على الميلة الشمال على ميلة اليمين هون لانه بتمتلك العلي اكس برس لمئات الاصناف طيب عظيم عظيم هيدا الحك كتير حلو تعال احنا انا وياكنو نخلط بين الديزاين الموجود داخل علي اكس برس بالمينيو اللي هي هون واللي موجودة بالامازون يلي هي موجودة هون بدي خلط بيناتهم يعني بدي خلط تكون شكل هكك متى تعيت الامازون يكون فيها سكرول بار بدي ايضا يكون في عندي هون ايكون موجودين بقلبهم تعال نعملها انا وياكنو نضيف اللمسة تعيتنا عليها اوكي هخلي هول السايتات مفتوحة لحتى نعمل كنترول ونشوف اه بيناتهم اه شو اللي بدنا نشتغله اه لححاول اني اعمل فولدر على اه دسكتوب تنظيما لشغلي هسميه مينيو مثل العادي ساك بدنا ننظم شغلنا بشكل براجكت داخل هيدا المينيو هاحطفز بالكاسكادي ستايل شيت بي فولدر يمكن بهيدا المشروع انا ما عندي images حتى لو بنات assets هتكون فاضية فاسمحونا ما نبنيها الا ازا كنا بحاجة لألم الفونتس ما فونتس والتفاصيل لانه اساسة مش هستعملوا بس فيه شغلات جديدة بنا ناخدهم اكيد الاندكس فايل حنبنيه انا وياكن حنفتح الفولدر بواسطة الفيجوال السيديو كود عبل ما يفتح الفيجوال السيديو كود ويعطينا هيدول الديتايل حابب اني اعطيكم كم ملاحظة اساسية يلا برحابة صدر حتتتقبلوا هالملاحظات لانه كتير مهمين اذا ما عطيتكن ياهن هالا الملاحظات بشكل جانبي والطريقة اني دخلهم حتى اتضايقوا لانه بيصير فيه عدة اوامر جديدة موجودة اول شي هاخد العنوان الاساسي سي اس اس مانيو ليه منقول سي اس اس مانيو لفيه مانيو من نوع اخر نعم اكيد فيه طبعا فينا نعمل مانيو بالجاي كواري فينا نعمل المانيو بالاشتامال وجاباسكيبت بس انه للتبسيط السي اس اس بتلاقيوها سيمبل سيمبل سريعة والشكل تيها جدا حلو طيب بس بدي احب لكم انه انواع المانيو بصفعة من هني vertical menu مثل اللي شفتوها بالامازون وبعلي اكس براس ممكن تكون horizontal menu مثل اللي شفتوها معي بالايبي dot com وممكن احنا نعملها drop down drop down menu وممكن نعملها sub menu sub menu طب اولا اكيد هنعمل تلات اصناف من المانيوز بس خلينا على اقال نبلش باول واحدة هيدا كالصفة عام المانيو وقلتلكون هدف المانيو كأوبجيكت موجودة عندهم داخل الويب سايت لتضب كل الايتم حتى ما نفردهم كل ايتهم على الشاشة بس بقى عندي ريماركات بدي احكي عنا ريمارك الاول بدي اقول عنه انه المانيو تعتمد بالمبدأ الاول على الايتم وبقصد بالايتم يعني ال ال اي اللي هي هاي يلي نحنا منكتبها those items are written inside the u l اذا بتتذكروا نحنا سبقوا اشتغلنا عن ال u l ببادئ الامر هيك بشكل طفيف وسريع ولكن انا يوم انتهى عطيت ملاحظة اساسية قلتلكم هاي دي ال u l مع الاي اللي موجودة فيها رايحين بالسي اس 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 نعملهم بشكل مانيو اوكي هاي اول ملاحظة لانه اللي احنا نستعملها هلأ بعد شويحة ما نتفاجأ فيها الملاحظة التانية هحطها بشكل hint hint بالسي اس 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 والسبب ال hint اي تعت السي اس اس اللي بدي يقول عنها لانه حتورد هلأ بالكتابة عيتي السي اس اس حكتبها بطريقة يمكن تتفاجأوا انه ليش عم بيكتبها اذا ما مرأة معكم وانه ما بتعرفوا وانه فمشن هيك حتى ما يصير فيها التفاجأ خلانا اذكروا لكم اياها انتو بتعرفوا ان سي اس 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 عندي شي اسمه سيلكتر ودول السيلكتر ممكن يكونوا على شكل html tag او ممكن يكونوا على شكل class يلي بيبلشوا بالنقطة او ممكن يكونوا بشكل id يلي رمز تاع ال id هو ال hashtag sign اوكي so اذا انا اعطيت example اني استخدمت ال ul هيك هيك نحنا عم نحكي عن قصة ال ul اللي بنا نعملها بشكل مانيو خالنا ننضرب المثال فيها اول شي خليني شيل القاموس ال english microsoft word بحاسبني على اليوم بيفتكرني عم بكتب english تاني شي خلي خطي يكون شوي نافر هي console us وكبرت الخط حتى تقشعوني بقلب اليو قال انا ناوي اني اكتب له امر هون هيدا الامر بيقول بدي اقول list style none هلا هي حقيقة اسمها list style type بس انا استخدمت جزء منها اسمه list style وهلا بيوضح لكم list style type شو وظيفته اناوي هاي اول امر انا مش شرحه بدي اشرحه ومن ضمنيا انا عم بحكي عن قصة ال hint اللي بدي وضحها اذا انا قلت له list style none يعني البولت ما بيعودوا موجودين بتاعنا اعمل شي على امر الواقع بخارج اطار الفيجول studio code هيكي على جنب بالنطباد اذا انا كتبت هون html داخلها فيه two sections يلي هني ال head section body section كلهم هيدولي عندهم declaration statement اسمه duct type html داخلها هون بقلب ال head في عندي title simple title menu وهون عندي مثل style طبعا اذا ما خاصه بالcreating creating of menu اللي بدي يسويه بعد شوية انا عم بحاول وضح نفسي بالنسبة لل hint in simplicity حطت انا هون ul for simplicity حطت ul type equal disk او circle او square اذا بتتذكرون ما بعرف اذا بعطكم بتتذكرون ليني هول هول disk circle و square فازا انتو بتكون نتمقوا الشكل بتقولولو بstyle هلا بنكتبها بstyle ومنقلو اي شكل بدية so inside خليني اكتب هون li حط بقلبها بعض العبارات مثلا مثلا عسبيل المثال عم بيكتب home عم بيكتب ايضا clients عم بيكتب ايضا category وايضا عم بيكتب contact contact us وكمان عم بيكتب login واخر واحدة حنهيها هي register وفي عندي مجموعة من ال item انا بحاجة لقلهم تعنا عمل تنفيذ ما قبل وما بعد styling هيدا حسمي test dot html حقيقة هحطه بنفس الفولدر حتى تحتفظه فيه انتو اسمه menu الفولدر that's it يلا تنفيذ انا المنو يلي هو هون المفروض يطلع عندي شكل الافتراضي لازم يطلع عندي هيك انا عملت zoom in عم نشوفوها بها الطريقة so اذا انا بدي اعمل عليها controlling لهيدي styling اما بالhtml بيكتب type equal disk او circle هي already disk بيكتب circle فبيصير الشكل الموجود عندي هون هو circle بس اذا بدي اعمل هيدا الموضوع عن طريق styling فبيكتب الامر قول I'm talking about UL I'm going to change the list style type to circle so هيك بتصير الشكل تاعة circle هلا لانه هو كان التنفيذ موجود سابقا ما حسيتو بفرق فخلوني غيره لنوع تاني متى square بديل ما اكتبهم بالhtml ع شكل square so هيدي وظيفة اللي نحنا منقول عنا list style type اللي تغيرو الشكل اما اذا انتو حبيتو تلغوها شو بديلغي يعني البولت ما بقبدي ايها فازان بتقولو list style none فهايدي وظيفة list style none انو تلغي البولت كليان ما بتعود موجودة بس بكون انا كسبت ال item اللي اني LI الموجودة فيها so هيك انا بكون وضحت what the meaning of list style and list style type علمان انو list style type صدقوني ما الا اهمية صفر فاصلي صفر 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 واحد بالمية بيستخدموهن مشان هيك ما عطيتوهم اهمية صدقوني لو قلوهم اهمية كنت كتبتلكون ياهن بس انو هاي الى اهمية list style ايه مشان هيك كتبته طيب هلا بيجي الى الزبدي اللي هي اصول اللينك الهنت اللي انا حطيتها اذا انا كتبت UL حدا كتبت LI بدون ما حط كاما وبرجع بشدت على كلامي بدون ما حط كاما just space space 1 او 2 او 3 او 4 just space متل ما بتكون عدد spaces بس انو just space اوكي اذا بقلب انا كتبت هون display اذا كتبت هون display in line block او اذا حبين تستخدموا flex لانو flex هي بCSS3 ظهرت جديد او فيكن تقولو in line block كلمة in line يعني تضلك ع نفس السطر just block لحالة يعني ممنوع تبقى حدا شي تاني هي لحالة بتستقل بالسطر so in line block يعني منا لحالة ع السطر بس انا هلأ هون المفهوم اللي بدي فهمكن عليك ال in line block فهمكن انو هي بتخليون يكونوا على نفس السطر it's okay فهمنا يعني مثلا اي tag حكما هي بتنزل لحالة ع سطر جديد مثل p paragraph مثل div مثل h1 مثل ال i تقول كلهم بكونوا عندهم سطر جديد والدليل انو كل ال i هون كل واحدة قاعدة ع سطر مستقل اذا بتكون تجبرون انو يكونوا ع نفس السطر مضطرين ساعتا انو تكتبوا فيها in line block ساعتا ما بيعودوا ينزلوا ع سطر جديد هيدا الفعل تاع display in line block بس ما هيدا موضوعي بس فهمتكن عليه حتى ما تبقى عالقة ببالة موضوعي انو display in line block هي لمين لل i او لل ul هيك لازم اسأل حالي لانو في امرين مكتوبين هل هي لل ul هل هي لل i او هل هي لل اتنين سوا هون انا عم بسأل حالي واكيدة هجاود لا هي لل i فقط طب انا كيف اعرفت من شان هيك ضويتلكن هي باللون الاحمر كيف اعرفت نحنا لما نترك space نحنا فينا دولة نكتب i من دون ul ايه ايه حبيبي ايه مضبوط امين كيفك امين شو اخبارك ايه لك امين الفكرة كلها الفكرة كلها اللي انا بشرحة مرتبطة باللي انت عم تقوله هلأ هلأ تابعني للاخير وحتقتنع بكلامي انو انا ليش بدي اعمل هيك شوف اعزائي انا لما اكتب ul space ال i بكون اصدى الاوامر اللي عم ينكتبوا هون بما فيهن الاكزامبل اللي انا عمعطهن just display هي بتكون فقط للامر الاخير اللي هو ال i طيب ليش انا كتبت قبل ul لكان هون السؤال بيقول هيدا بيعني انو انا اصدى اللي بيتأثر بالاوامر هن ال i اللي موجودين فقط بال ul مش بيموجودين من مكان تاني يمكن حدا يجي قلي ليش ال i بتنكتب غير ال ul مسلا بلو ايه ممكن يكون عندك ol بكي انا عندي اتنين ol ul ما بدي ال i تعول ال ul يتأثروا بالدزاين تاعد الموجودين من ال ul طب اوكي لو اضح فكرتي كتابيا هون let's say انو هانا هعمل copying هون هعملها paste هون تحتا بس هغير ال ul ال ul هيك بيصير في عندي اتنين اتنين على اني by default ul وال ol ما بيلزقوا ببعض بس انا just in case هحطلهم بر هيك بيباعدون عن بعضهم سو يعني default بتطلع عندي هيك كنتيجة بها الشكل الاول واحدة ما اطلع على bullet لانه list style انا لغيطة طب اوكي نجي لهون ونحكي على قصة styling انا عم بكتب انو ال i display inline block او inline flex متل ما قلتلكون بس اساس 3 ظهرت لتريح فيها اشياء كتير اللي انا بتريح سو ال inline block بتخليهم ينجبروا يكونوا ع نفس السطر اذا هني بيفعلون بيفعلون بنزلوني سطر جديد متل ال div متل ال p متل ال h1 متل ال i حكي هلأ فقط عن ال i اذا انا كتبت هيك يعني كل ال i بيتأثروا يعني الموجودين بال u l والموجودين ايضا بال o l فبتصير الطريقة التالية طلعوا كيف الجواب بيصيروا هيك اتنيناتهم اما اذا انا ما بدي الموجودين بال o l اللي يتأثروا فقط الموجودين بال u l سو ساعتها ببعني انه ال i اللي انا قاصدة هي موجودة بال u l سو بها الطريقة بيصير ال o l ما بتتأثر فقط اللي بتتأثر هي ال u l طب بهيدا الشكل انا بجبر اني اكتبون بس لا تنسوا please space فيكن تحطوا مليون space بس it's space لانه اذا حطيتوا كما كل الحديث اختلف الكما بتاعنا انه الكودينج اللي انا كاتبو هون بيكون for both u l and l i بيكون لتنين سوا اذا انتو هدفكن اتنيناتهم يتأثروا بال design بس انا عم بقول it's only used for l i which belong to u l بس it doesn't belong to o l طب هتا انا عمل نظرية تانية مثلا انا عقدها شوي let's say انه كل واحدة من هول فيها a h ref حاملها copying وحطها بقبل كل واحدة منهم حتى بدي حطها موجودة بقلب ال o l a a خطيرة اذا مقفلتوها فضرورة تنقفل يعني هيك بغض النظر اذا كانت اللينك حقيقية او لا او نحنا حاطين locally hashtag sign hashtag sign يعني locally صو بطبيعة الحال بيتحول للون الازرق اللي مسطر تحته اللي هو هيدا هون في واحدة انا ناسة اني حطها فيها اللي هي هاي نايس يعني صارو هاي طيب بافتراض في واحدة في واحدة مزبوط صحيح في واحدة مزبوط بافتراض انه انا ال i بدي شيء لل text decoration تعيتها ما بدي text decoration فبكل بساطة انتو بتعرفوا انه في امر اسمه text decoration قادر اني اكتبوهون هي للا يعني بديها تكون text decoration it's over line يعني حط الخط من فوق بتصير هيك من فوق it doesn't make sense ما حدا بيعملها بس it's exist هيدا الفكرة ممكن تعملها underline هي default ايا اساسة underline ممكن تعملها line through يعني الخط بيكون من جوه او ممكن تقول none none يعني ما بدي الخط كليا يعني هيك طب بدك تاخد بعين الاعتبار انه ممكن بمكان ما بقلب ال site design ما بدك اي يتأثر بدك بس الموجودين بال ol وال yul يتأثروا او مثلا بدك كمان color تبقى لونة red يعني احمر طب اذا انا بدي بمكان ما بقلب ال body ححط انا هون بيار center وحطو بقلب هون اي ياتشرف hashtag sign for more info بيار او contact us contact us at بيار let's say info at xyz.com يعني هيك وضع تطلع عندي هيك كمان اتأثرت بال design راح ال underline وصار لونة احمر طب كأنا ما بديها هيك بديها تكون طبيعية بدي يكون more detective وقول ال a اللي انا عم بحكي عنا موجودة بقلب ال l i وال l i موجودة بال ul هيك بيصير هني هول designation for only لل l i اللي بوجودة بقلب ال ul اما اللي تحت ما بيتأثروا بتصير عندي هيك الحكي دايما بيكون لاخر كلمة واللي قبلة هني belong to so اذا انت شلت ال ul بتصير ال l i وال ال l i الموجودة بال o l وال ال u l اتنيناتهم بيتأثروا بس اذا انت ببدك بدك تضطر بس تساوي واحدة منهم فبدك تحدد ايا واحدة انت عم تحكي عنا so هيدو اللي بس اني حبيت basically احكيكم عنهم لانه في كزا selector لازم ننتبهلون مسلا فيه selector بنحكي عنا هي هيك x.x ها دي class ومنحطهم الهفن اللي هي هاي y يعني بيكون انه انا عم بحكي عن ال y بس التنفيذ عم يكون لل x او مسلا بديقول .x اكبر من y كله انهولي رموز كل وحدة الى هدفك الى سبب الى وجود هلا يمكن ما رأتلكون space واردي بنعرف الكاما يعني بيصير for both of them بيتأثروا هيدا الموضوع بنحكي عنه in detail كل المرة good قلق بعد ما قلت ال hint الاساسية حابب اني نشتغل بال vertical menu على طريقة CSS يلا تعم بلش انا اردي فتحت الفولدر بقلب visual studio code سميته menu عندي CSS وعندي الفايل التست اللي هلا عملته انا وياكن just leave it انا شو بدي فيه له هيدا الفايل انا حاحكي عن ال index file سو انا حعمل فايل اسمه index.html بقلب CSS بدي اعمل فايل اسمه style.css هعمل له close ال style حتى افتحه بشكل to the site رأي تكليك عليه to the site صاروا اطنينياتهم مفتوحين for simplicity عم نستخدم الاوامر اللي موجودة داخل اوكي الاوامر الموجودة داخل اه visual studio code للتبسيط وخلي نشيل ال edge من هون كtitle vertical menu بيمشي حالا قلتلكم انا بدي اجمع بين المنيو تعييت الامازون والمنيو تعييت علي اكس برس نيناتهم مع بعض اوكي فاقلب البادي هون انا بحاجة الى الميني ستراكشور الميني ستراكشور اللي عم بحكي عنا هي ال contentate المنيو هي اللي بدنا نعمله ال contentate المنيو for simplicity هي ال UL شو ويتا في عندي مجموعة من ال I جال خلنا بليش نساوي عندي UL في بقلبة مجموعة من ال I اذا بدكم فيكن كم I بدنا نكتب مثلا let's say انو انا بدي اكتب ع سبيل المثال كل السوشال ميديا اللي بدي اتعامل معون عدوا معي لو سمحتوا السوشال ميديا الاولى بدي اياها تكون Facebook بعدين بدي ال Instagram YouTube بدي Snapchat LinkedIn بدي Twitter Instagram حكيت عنا Google 7 It's okay و بدي عنوان title main title لقلهم خليه يكونوا ثمانة يعني بدي اقول L I times eight بس تكتبوا هيك وتكبسوا enter فبيعطيكم اياهم L I ثمانتهم So انا بدي اكتب يا راقب اي لكن الصراحة في بقلبه كتير رائعين الصراحة يعني انا كل يوم بتعلم شي جديد على الصراحة بيكون بابا عرفهم بس انو كتير بيرايحوا common social media اللي هي common social menu خلينا نقول او ميديا بدي اكتب هون بقلبه لهاي Google بلش بي Google بدي اكتب هون LinkedIn ممكن كمان اكتب Snapchat بدي اكتب ايضا YouTube بس دي سؤال فيا نكتب اليو أل نكتب مثلا social media مصنع اوش حيال اشي وين بدي اكتب السوشال ميديا اصدق بقلب اليو أل ككلاس يعني امين لا انو قصد لما لما تحط على اليو أل اللي هي مباباش انو عارفت كيف انو تعمل سين drop down ما فهمت عليك عزيزي يعني اصدق بديل اليو أل اكتب كلمة social media يعني ما بعرف اذا فينا بنحط ما فهمت عليكم احبي يعني اصدق هاك هاك لا 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 انا اصدق مثلا يؤال تحط مثلا خلي حطيت شي كتيبة مثلا شرف امين ماشي لما تحط على تحط الموس على امين ينزله ديك الشي عام بلا 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 فهمت عليك هيدول امين نحنا منسميهم drop down menu نعم اوكي هل السؤال اي 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 ولا هلو مجربة اصنا هلو ثلاث عبير اي 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 انا هعملكون ثلاث انواع ما هني اساسة المنو هني ثلاث انواع ال vertical menu يلي متل هول وين ال اي باي هيدا الامازون هيدول اللي تعال الامازون شايفون هول vertical ليك علي اكس بايس حططها بطريقة تانية اه بس اني vertical اه اذا بتطلع معي بالاي باي مسلا الاي باي حططها بشكل هوريزنتلي يعني هيك هول هوريزنتل منيو والقصة drop down بتكون بالشكل التالي هاي هيدا drop down هرجع رجعها هاي هي drop down اوكي بس طبعا فينا نتحكم فيها فينا نعملها animation يو عم تفتح تفتح بطريقة مختلفة ال content فيني حط صور جانب الناص اه كزا شي يعني متل هول بس فتحتها طلعت menu pop up وبقلبها هون صورة وحتى فيني اتحكم بال designation تعيطها هول ضمن ثلاثة عناوين اساسيات اللي هني vertical horizontal drop down menu نحنا هنبلش بال vertical ما بعرف اذا الوقت بيساعدنا انه نفوت بالباقيين بس اس اوكي هناخدهم هناخدهم سواء هلا او بعدين طيب لكن متل ما اتفقنا هيدول ان احنا حطيناهم بهالشكل التالي نحنا عم نعمل save ما ننسى فينا ننفذ directly ال index ونشوف الجواب هيدا default يعني هيك بده تطلع by default شو منجي منعمل حضرتنا هلا نربط صفحتنا ب css نجي لهون منقول link و tab ومنكتب فيها انه يفوت على css ياخد style dot css هلا هيدا style dot css اللي هو هون هو بدي يقوم بالمهام designation اول مهمة designation بدي يساويها بدي اعمل متل ما عملنا هلا قمنا شوي انه بدي يشيل ال list type style تعيثها يعني بدي يقل له انه ال ul فارمي هون ul بده list style none هلا عملنيها من شوي so كل ما اعمل اي شي بدي حاول اني يشوفو انا وياكم كي بيصير هيك تاني شي انا بحاجة لاني اكتب designing for body يكون عنده margin zero وكمان الي يقال بحاجة لاني اعطيها margin zero طب ليه لا اكتبهم مرتين فيني شيلهم من هون ومن هون واكتبهم مرة واحدة بقول every element have a margin zero so النجمة بتاعني every element يعني كل ال target عندها margin zero الا اذا انت متأكد انه بعض tagات ما عندهم margin zero ما فيك تستعملها بدك تستعمل شي تاني so انا body ما بدي حط فيها شي تاني فحاشيلها ما بقى الاعازي good هيك بيصير اذا عملت save ونفزت تطلع عندي هون صارت margin zero zero اوكي بس بدي اقول بعد شغلة اساسية انه ال UL نفسها بدي اعطيها padding كمان zero وبدي كمان اعطيها width بس ما بدي استخدم pixels اسمحولي استخدم percentage يعني مثلا 15% من عرض الصفحة ها بتصير علي هيك اوكي بلش نستعمل EM نعم اوكي بلش نستعمل EM منستعمل ال EM و RAM و ال VH وهول التفاصيل اليونت الجديدة لما نبلش انا وياكم بشي اسمه responsive لايكم بتكون تعرفوا شغلي انه صح انه هني نزلوا وعم نستخدمهم مش دايما دايما انه يعني just drop the pixel and use the EM and RAM لا وليك designation خلقه فقط لا responsive بتقلي ولا ومعمول كل شيء responsive وخلص لا لا ما بينفع ما كل شيء بينعمل وبيتحول لا responsive في امور ضروري تكون ما انها responsive وفي امور بتتحول لا responsive يعني في design بيخلق لا desktop computer اذا انت حولته لا responsive ضاع ال design ما عد موجود فبتصير انت بتطر بتعمل two double design واحد لا desktop computer واحد لا mobile بتصير هو بتكتب له code automatically بتصير بتقلو اذا ال site انفتحت ع mobile عمول design مختلف واذا انفتحت على الكمبيوتر عمول design اللي خاص بالكمبيوتر هيك بيصير انت بتشوفه على التليفون مفؤود منه يعني فاق دي كل ال designation اللي انت حاططه على الكمبيوتر different يعني هيدولي منسميهم نحنا media responsive نحكي عنهم بوقتهم anyway هتابع انا وياكن الا بما انه هي اليقال ما عندها لون خلفية او border ما هتحص انه اخدت قديش مجال الخمسة عاش بالمية خلينا نعطيها border border let it be two pixels solid black وانتو بتعرفوا انا دايما بكتبها لهاي بس بقدر شيلها لحتى بس حدد الشكل قديش يعني هيك هاي القد عرضة الخمسة عاش بالمية بظن اذا عرضتها اكتر بكون انسب يعني مثلا 18% good لانه هكتب فيها كتير شغلات انتو شايفينها بالامازون عريضة اكتر يعني خلينا نحطها حتى عشرين بالمية لانه شفتوها بامازون فعلا عريضة كتير هالقاد في امازون اوكي استرصبت انت عملا ديف وعبيها ما انا هعبيها ما عبيتها شو قصد كنت عملا ديف ما هي يقال بديل الديف هون لانه بقلبها الاي اذا عملتها ديف ما بقفين اعمل كنترول على الاي الموجودين فيها رفت كيف اه فهمت عليك بصارت عندي هيك good طيب طيب انا عملا لون خلفية كمان هاي دول اللينكات هعطيكم بعد شوية كرمال بدينا نستعمله ها بدي شوية بعدين من التوب والبطن واللاف انا حطيت بعدين زيرو ال بعدين بدي عطيهم للتكست اللي موجودي بقلبها background color شو بتختاره لون مثلا خلينا نقول رجي بي فطيب قلبك الجري 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 لانه لون هادي مثلا ميتان واربعين ميتان واربعين ميتان واربعين وخليني ايضا اعطيها opacity فارب مرة بتصير rgba وبعطيها 0.5 بتصير لون فاتح اكتر خلينا نبعات لكم اللينك جديد لانه هاي ده السيشن خلصي